اوكي هواي من الناس طلبوا من عندي انه اشرح الخصة بالكامل فيالله نبدي ولكن كل اللي راح ينذكر بهذا المقطع عبارة عن دلائل مو اكثر واني مواقف في اي احد طبعا الكل يعرف انه بيساند هي تشتغل ويشخص اسمه حيدر قيتار طبعا ما يعرف منه هو حيدر قيتار او هو شنو يسوي بالاضبط فهو عند استوديو يسجل اغاني ماعرف صراحة انه هو يصور فيديو كليبات او لا طبعا هذا الاستوديو هو موجود بالاردن فهذا هو السبب ليخلي بيساند سافر للاردن من فترة الى فترة عن المستجل اغاني زي شنو اللي صار بيناتهم صار خلاف معين مادر هذا الخلاف هل هو خلاف شخصي ام هو الخلاف اساسا على هذه الاغنية اللي هي اغنية مسيطرة طبعا انا شو عرفت هذا الشي من هذا البث اللي طبعا هذا البث حتى بيسان صارت تبكي بيه طبعا البكاء كان بسبب القلق والتوتر طبعا حتى انا صار يقول لها انه لا تبكينوا من هالكلام المهم اللي شاف البكي اعرف كل الزين انه مكانوا ديس اموان حكي الشخص معين واللي هو كان حيدر قيتار لدق قدر المهم بعد ما صار هذا الخلاف من قسمة وجهة النظر الى قسمين وجهة نظر بيتان ومن نفس الوقت وجهة نظر حيدر قيتار وجهة نظر بيسان بيسان تقول ان القصة كان فيها طرفين واللي هو بيسان وحيدر قيتار والاخطرف الثالث واللي هي اغنية مسيطرة واللي هي كانت الحيدر قيتار حيدر غيتار انطى الاغنية البيتان ولكن بعد ما صار الخلاف سحب هذه الاغنية منها بعد ما سحبها جدي طرف رابع واللي هو حنين قصير وحيدر انطى الاغنية الحنين قصير ولكن بيتان زاجت من هذا الشي فقررت انه تاخذ الاغنية وبعد ما اخذتها قررت انه تسافر الى المانيا ومن سافرت صورت الاغنية وسجلتها باستوديو الثاني لانه هي تعتبر الاغنية فروتكون البيتان ولكن بعد ما نزلت الأغنية ورى تقريبا 10 دقائق مثل ما تعرفون إن حذفت الأغنية طبعا الحذف هو حيدر جيتار شلون قدر نسوي هذا الشي لأن لحن الأغنية لحيدر جيتار فهو أكيد كان منزلها على القناة الثانية وأول ما بيسان نزلت الأغنية حذف لها كوبيراي هذا وجهة نظر بيسان زين شنو الدليل اللي عادها على كلامه إنو فعلا الأغنية لها ملحنين قصير هذا الستوري اللي نزلتها مبارحة مثل ما بدأت شوفون مكتوب من قبل شهرين عساس هي منزلة الأغنية على قناتها بنفس العنوان أما حنين قصير فهي معلنة عن الأغنية من حوالي أسبوعين تقريبا أوكي ليش حتمال كبير هذي السوري يكون منفبرك طبعا مع أنه هو تصوير شاشة ولكن شوفوا حاليش أحسوياني مثل ما تشوفون حاليا عساس أغنية ياسو نزلة بقناتي من حوالي أسبوعين وقاعدة أصور لكم ياها تصوير شاشة لأن هذا الشي صراحة سهل جدا يعني أنه يتفبرك بالفوتوشوب سهل جدا أما بالنسبة للعنوان فعادي يكون عادها مقطع منزلة من حوالي أسبوع شهرين حطاتها خاص وغيرت عنوانها حاليا فللأسف يا بيسان هذا الدليل شوية يعني مش قوي كثير أو أساسا مش قوي مالح حقيقة ولكن بيسان تقدر تثبت هذا الشي أنه تصور الشاشة ككاميرا تصور الكاميرا تصور تليفونها وتدخل على الأغنية وتسمعنا أنه الأغنية فعلا نزلة من قبل شهرين مو بس مجرد تغيير عنوان الفيديو طبعا أما من وجهة نظر حيدر قيتار فحيدر قيتار يقول أنه هي الأغنية إلا وحب أنه يطيها الحنين القصير ولكن بعدها بيسان أخذت الأغنية من الحنين القصير وحبت أنه سجلها بنفسها وبالنهاية الحقيقة ما رح نعرفها غير إلا مثل هذا الطريق اللي قلت لكم بيسان تثبت أن الأغنية فعلا نازلة من حوالي شهرين تصورنيها بكاميرا وبس والله كتبولي بالكومنتات شنو رأيكم منو أخذ من منو هل كلام بيسان حقيقي أو هل كلام حيدر قيتار حقيقي وبس والله جاء لكم في الزيقات بمنك الخصص مع السلامة